أنا شايف أن هذه الجبهات الكتير في هدنة مفروض أنها معمولة ما بين الولايات المتحدة بترعاها وما بين مصر وقطر والجانب الإسرائيلي وحركة حماس ومبارح كان في جلسة هنا في القاهرة هل في تقدم ولا مازال الجانب الإسرائيلي بيصمم على نفس الشروط التعجيزية من أجل عدم دخول الهدنة حيث التنفيذ شوف لا تزال القضايا العلاقة لم يتوصل إلى اتفاق أو حل حالتها بدرجة كبيرة بسبب سلوك المراوغة الإسرائيلية طوال الوقت بسبب يعني كما أشرت يعني المسألة لم تعد ترتبط به خلاف ما بين إسرائيل وحماس وإنما خلاف ما بين مصر وإسرائيل تحديدا يعني البقاء في محور فليد ليفيا طبعا الموقف المصري معبر رفع رفض تام يعني رفض تام للبقاء الإسرائيلي في محور فليد من الموقف المصري الذي لا يمكن التساوم والتفاوت بشأن أولا تسليم معبر رفع لصوات الفلسطينية يعني اللي عايز أقوله في الأول طرحت خلال الأيام الماضية إنشاء أبراج للمراقبة من جانب إسرائيل حوالي 8 أبراج للمراقبة رفضتها القاهرة الولايات المتحدة قلست العدد إلى بورجيل للمراقبة رفضتها القاهرة مصر ترى إن يعني المسألة ترتبط بالعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر عدم موجود أي قوات إسرائيلية في المنطقة وإن مسألة فتح معبر رفع مرتبط بتسليم إدارة هذا المعبر ليس للجانب المصري وليس للجانب الإسرائيلي وإنما للجانب الفلسطيني بدرجة أساسية ولذلك كانت في محادثات من جانب القاهرة مع الألوان الطف الفلسطيني المختلفة سواء من فتح منظمة التحرير أو من جانب حماس أو غيرها من القوة الفلسطينية الأخرى بحيث تكون هناك قوة فلسطينية عندما تسكن المدافع لأن هذا الوضع مش هيستمر للأبد هيأتي في مرحلة أو حتى القبول بمسألة اتفاق إدارة المعابر اللي كان مع الأوروبيين في عام 2005 وجود قوات أوروبية في هذا السياق مع قوات فلسطينية وهي التي تسمح بعملية إدارة المعابر رفح من الجانب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر